منذ عام 1948 والنكبات تتوالى على فلسطين والدول العربية فمن نكبة لنكسة إلى اتفاقيات سلام وقرارات أممية ذهبت أدراج الرياح كل ذلك مع تواصل الانتهاكات التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي في القدس وسائر المناطق الفلسطينية نستضيف اليوم في ملف الأسبوع مدير مركز دراسات الشرق الأوسط جواد الحمد للحديث حول أبرز المحاور في القضية الفلسطينية أستاذ جواد أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا شرفنا يعني بداية تحركات دولية وإقليمية لمحاولة إعادة إحياء المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين هل ترى أن الفرصة متاحة الآن لإعادة هذه المفاوضات بعد كل ما شهدته القضية الفلسطينية منذ عام 48 من محاولات سلام واتفاقيات من حيث المبدأ يمكن القول طبعا بوضوح بأن عملية السلام عملية عرجاء منذ انطلقت بل هناك محاولات حثيثة جدا تمت في عام 1974 لوصول اتفاقات وما سمي بكم ديفيد بين مصر وإسرائيل ومن ثم مؤتمر جينيف بين فلسطين وإسرائيل ولم ينجح عند ذلك وتم التوصل إلى صورة من صورة للمفاوضات في عام 90 في مؤتمر المزيد للسلام كما يقولون ثم مبثق عنه اتفاقات أورسلو واتفاقات ودي عرب واتفاقات طبعا لا تستطيع أن تنشئ سلاما في المنطقة لا تملك أصلا أدوات من حيث المبدأ أن تنشئ سلاما في المنطقة أو دفع المقاومة الفلسطينية لمواجهة إسرائيل بالسلاح أو انتفاضة للشعب الفلسطيني أو ما شابه لم تنجح هذه المحاولات فقد اندلعت المقاومة الفلسطينية من ال65 وحتى اليوم كما يعرف الجميع ولا تزال مندلعة واندلعت الانتفاضات الفلسطينية ابتباعا من العام 80 ثم 87 اللي الضخمة والكبيرة والأولى من نوعها ثم عام 2000 ولا تزال تندلع بعض هذه الانتفاضات المهم أن مسار التسوية السياسية يعاني من تعثل شديد جدا بسبب أن إسرائيل ليست جادة في الأصل ليس هناك أي قرار إسرائيلي استراتيجي لا في أحزب ولا في رئاسة الوزراء ولا بالكنيسة يقول أن السلام خيار استراتيجي لإسرائيل الذي اتخذه العرب والمطمر الإسلامي أيضا على حد سواء من هذه الزاوة أعتقد أن محاولة إحياء مفاوضة السلام اليوم هي لخدم صالح أخرى بالتأكيد أن زيارة رئيس أوباما إلى المنطقة كانت هي التي دشنت مع الأسف محاولة إحياء مفاوضة السلام من جديد والعمل السلام من جديد الطرف الفلسطيني والأردني على وجه التحديد متحمسان جدا بلا رؤية وبلا أهداف واضحة وإنما متحمسان لمبدأ العملية وأن يمنع شعبيهما بأنه يمكن أن يكون شيئا ما لا تعرفونه لا تعلمونه ليست واضحا حتى الآن في المستقبل ومع ذلك قدم العرب بين يدي هذه العملية الإحياء التنازل على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية وما سمي بتبادل أراضي وهو بالحقيقة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى إسرائيل وبنتهي ضم معظم القدس إلى إسرائيل هذا معناه الدقيق ومعناه على الخرايط والتفاصيل ومن هنا أعتقد أن محاولة نتنيا أوباما لحيانة السلام هذه المرة تهدف إلى محاولة إعادة تأمين إسرائيل استراتيجيا إسرائيل فقدت وضحة الإستراتيجية الآمن في المنطقة بعلاقات متوترة مع مصر وعلاقات قلقة جلس التعبير وبعلاقات متوترة أيضا مع تركيا اللي هم أكبر حليفين كان لإسرائيل في المنطقة ولم تبقى إلا علاقات مع الأردن وطبع مع الفلسطينيين بالداخل علاقات أصلا فيها إشكالات في غزة كما هي في الضفة الغربيعة على حد السواء والأردن بالطبع يتعرض ضغوط كالنظام وحكومة من قبل الشعب الأردني لاتخاذ موقف آخر وكما اتخذت باللمان الأردني كما سمعتم جميعا محاولة تقطع علاقات مع إسرائيل وسحب السفير الأردني وطرد السفير الإسرائيلي بمعنى أن النظام الأردني والحكومة الأردنية تعاني أساسا من عبئ معاهدة ودي عربا شعبيا وهذا ما يهدد بالفعل الأمن الداخلي الأردني في حال استمر الحال على ما هو عليه في فلسطين هذا أعتقد ما يقال العام السلام أن هناك جدوى واضحة بيّنة بهداف محددة ما على الأسف قدمت مشاهي كثيرة ووضع لها إزمان محددة خارطة الطريق وما شابه وفي سبعة جميع الحكام العرب قالوا هذا عام السلام ولم نشهد منه شيئا ولن نشهد في اعتقاد في هذه الجولة أيضا شيئا مهما يعني بالحديث عن موضوع إعادة إحياء المفاوضات هل ممكن إعادة إحياء المفاوضات في ظل وجود قضية اللاجئين القدس المستوطنات والتهويت كلها قضايا ما زالت عالقة بل هي قضايا تتفاقم يعني من يوم لآخر هل ممكن إعادة إحياء المفاوضات وهذه القضايا ما زالت عالقة لم يتم البحث بها من حيث المبدأ نعم يمكن إحياء المفاوضات لأن الطرف الذي يفاوض الآن طرفين أصبح الطرف فلسطيني هو الأساس ويؤمن بأنه يجب أن يحتلل من مصالح أمريكا والسياسات في المنطقة وهذا محدد أساسي بالنسبة للإي والثاني أنه دائما على استعداد أن يأخذ باعتبار الأمن الإسرائيلي مدام هذان المحددان يحكمان التفكير المفاوض الفلسطيني وفريق التسوية السياسية الفلسطيني اليوم فهذا معناه مباشرة أن إحياء المفاوضات غير ممكن وطلبات وقف الاستيطان وطلبات وقف التهويد هنا وهناك مؤقتا كما فعل نتنياهو سابقا وقد يفعل أيضا مرة أخرى هذه طلبات شكلية لا تؤثر في الحقيقة عن نتائج وهناك راعي جديد دخل على الخط والأردن حاليا ليأخذ كل مفاوضات حول الكدس بالتفويد الذي يعطاه إياه الرئيس محمود عباس طبعا وتفويد من شخص شخص بالمناسبة لم يكن تفويدا من بلد لبلد حتى الآن وذلك هو التفويد غير قانوني من حيث المبدأ لا فلسطينيا ولا أردنيا مع الأسف طبعا لكن على كل حال بدأ الأردن بالفعل يحاول أن يأخذ هذا الدور يدفع بعملية السلام لأنه مؤمن بأن السلام هو الخيار الوحيد والأمثل وأنه ينشئ استقرار المنطقة وأنه قد يحمل أردن كما يتبادل يهدهانهم بينما حتى الآن لم نشهد أن عملة السلام منذ 1978 حتى اليوم لم تتسبب بحماية الأردن كما يأمل بعض السياسيين الأردنيين وكذلك الفلسطينيين أبدى العرب قبول لمبادرة الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في سياق حل الدولتين ما بدأ تطبيق هذا الأمر؟ أولا ليس من حق العرب أن يتقدموا بهذه المبدأ أطرد من حيث المبدأ المبادرة العربية أساسا عليها ملاحظات كثيرة جدا فلسطينيا وعربيا أيضا على مستوى الشعبي ومستوى السياسية الثانية أنها جاء هذا التنازل غير المنطقي في ظل عدم تقديم من طرف الآخر أي شيء حتى وعود شكلية في الإعلام لم يقدمها ولم يرحب أصلا الانتخابات حتى الآن بهذا التنازل الثالثة أن هذا التنازل جاء في ظل تحولات استراتيجية في المنطقة اليوم نحن نتكلم عن مصر قائد العرب مصر الثورة مصر النظام السياسي فيها يستند إلى شعب ويستند إلى انتخابات وصدرات اقتراع معنى أنه لا يستطيع أن يذهب بعيدا عن إرادة الشعبية إرادة الشعبية العربية وعرأسها المصرية تؤمن بحقوق الشعب وفلسطين الكاملة ولا تؤمن بإسرائيل ولا وجودها وذلك المحاولات التي جرت في قطر أولا ثم في نيويورك في محاولة حياء المبادرة العربية لتقديم تنازل باسم تبادل الأراضي أعتقد أنها كانت جزء من طلبات جون كيري لإيجاد بيئة عربية أو إيجاد طار عربي لشرعنة تنازلات الفلسطينيين في المنحة القادمة تجاه الكدس واللاجئين وتجاه تبادل الأراضي نعم سيد جواد هل تعتقد أن ما يجري في المنطقة من أحداث في مصر في تونس في سوريا كله ناتج عن نكبة الثمانية وأربعين بشكل أو بآخر بالتأكيد هي أساس عدم الاستقرار في المنطقة وأنشأت في حينها أنظمة نوعين نمطين أنظمة نشأت في حضن الاستعمار وذي توصفت بالصفة الرجعية في حينه وسميت ملكياته وإماراته وما شابه وأنظمة نشأت بحكم انكلامات عسكرية وكان البيان الأول دائما فلسطين ولم نرى حتى الآن أي بندقية من هذه الدول تتوجه الفلسطين كما يعرف الجميع فاشتركوا معا في النوعين من النظامين اشتركوا معا في العمل على منع محاولة الفلسطينيين لبناء كيانهم أصلا ومن ثم المقاومة على سبيل المثال في عام 1948 كان هناك مشروع حكومة عم فلسطيني اللي تبنى الحجيم الحسين رحمه الله في الضفة الغربي وقطع غزة اللي بقيت بعد احتلال الجزء الأكبر من فلسطين من قبل الإسرائيليين وأعترفهم المتحدة بها في هذه اللحظة قام الأردن ومصر في الضغط على الحجيم الحسيني وإلغاء حكومة عم فلسطين وتم الحاق الأردن بالضفة الغربي بأردن والحاق قطع غزة بمصر كما يعرف الجميع وبالتالي منع الفلسطينيون عربيا أصلا من إنشاء كيان سياسي فلسطيني هذا مبتدأ كان في بعد 48 تقديما بين سنوات قليلة ومن هنا أعتقد أن الدول العربية اللي جاءت دون جارة عسكرية أو التي كانت تحكم حتى في ضل الاستعمار ودول ملكية على حد سواء لم تتبنى يوما مشروع تحليل فلسطين على الإطلاق وإن كان بالمواثيق والجمل والعبارات وبعض البيانات هناك كلام كثير من هذا لكن في واقع الحال وأكبر دليل عليه أنه في حرب عام 67 اكتشف العالم كله أن الدفة الغربي غير جاهزة لمواجهة على الإطلاق وأن قطع غزة غير مواجهة على الإطلاق سيد جواد هذا يقود الحديث عن الانتهاكات الإسرائيلية الأخيرة في المسجد الأقصى يعني برأيك ما هو الدور الذي يجب أن نقوم به عربيا أو فلسطينيا تجاه هذه الانتهاكات هناك أربع مستويات من الدور مستوى الأول مستوى الميداني يجب على الفلسطينيين أن يقوموا بالدول الأول دائما كان الرد الفعل للعالم العربي هو استجابة للنداء الفلسطيني على المستوى الشعبي وهو الأهم في تلك المرحلة لأن الأنظمة المرتبطة بالسياسات ومصالح أحيانا تعقد مسارها باتجاه اتخاذ أي توجه وقرار ولا يكون يعتباد عليها كثيرا حاليا المستوى الأول هو مستوى الفلسطيني حتى الآن مستوى الأداء الفلسطيني الرسمي السياسي والشعبي على الأرض في الكدس وغيرها بصراحة ما زال متضادعا هناك محاولات وجهود تبذل لكنها في اعتقاد ما تزال لا تركى إلى مستوى الضغط على إسرائيل وتهديد إسرائيل هذه واحدة الثاني عن مستوى الشعبي العربي يجب إذا الفلسطين ضعفوا أن تتحرك الكوى السياسية العربية وخاصة الإسلامية والقومية بالذات التي تتبنى قليل فلسطين تبني إيدلوجيا من حيث مبدأ وترى أن إسرائيل خطر استراتيجي عليها كما هو على الفلسطينيين وبدأ عليها اليوم أن تتحرك حركة حقيقية للضغط على الدول سواء قطع علاقاتها بإسرائيل وما شابه ولا آخره المستوى الثالث مستوى الرسمي العربي مع الأسف اليوم نحن منقسمين على مستوى النظام العربي وهو انقسام حميد بالمناسبة لأول مرة نجد أن هناك دول عربية لا تجمع على التنازلات لإسرائيل مثل تونس وليبيا واليمن ومصر اليوم معها السودان لا تقبل التنازلات ووزير خريجة مصر كما أعلن رسميا مع أنه حضر الاجتماع نيويورك في التنازل عن تبدل الأراضي إلا أنه أعلن أن مصر لا تتبنى هذا النص وأن فلسطيني هم العايزينه مستوى الرابع عفوا بس مستوى الرابع لابد من تحرك دولي واسع بالضغط وتشويه إسرائيل وبيان انتهاكاتها وتوجيه الرأي العام باتجاه أن إسرائيل دولة عنصرية ودولة ترتكب إدهاكات لحقوق الإنسان على مستوى جرام حرب وهذا طبعا بده شغل قانوني واسع النطاق وشغل دولماسي عربي وهو حتى الآن ليس هناك رؤية ولا استراتيجية لهذا الموضوع صحيح طب سيد جواد كيف تنظر لمستقبل القضية الفلسطينية بعد مرور 65 عام على النكبة اليوم يمكن أن ينتعش الأمل الفلسطيني بالتحرير اليوم بعد سقوط الأنظمة التي كانت تحمي إسرائيل في المنطقة وبقي بعضها حتى الآن لكنه غير قادر على حملة إسرائيل من الأنظمة الأخرى اليوم عندما الإرادة الشعبية العربية تشكل أنظمتها وحكوماتها وهي تؤمن إيمانا قطعيا كما يؤمن أبناء فلسطين أنفسهم بضرورة تحريف فلسطين وإنهاء إسرائيل اليوم إسرائيل تعاني من تكهكر استراتيجي خطير جدا على مستوى العسكري والسياسي واقتصادي وعلى مستوى بيئة المنطقة وكما ذكرت قبل قليل أن أوباما حاول أن يسعف بموضوع تركيا جزئيا وموضوع عميد السلام جزئيا لكن أعتقد أن هذا الأمر سيكون مؤقت جدا إسرائيل اليوم في وضع استراتيجي لا تحسد عليه وهي أضعف مما كانت منذ عام ثلاثمين حتى اليوم بالمناسبة من ناحية استراتيجية البيئة العربية اليوم بيئة مواتية جدا المشكلة الكبرى عندنا الأردن وفلسطين يعني هل ممكن أن نشهد انتفاضة ثالثة؟ ما الذي ينقص الشعب الفلسطيني في الداخل ليقوم بانتفاضة ثالثة؟ اليوم يجب أن يكون هناك رباعية العمل مع بعض الشق الأول لا بد من انتفاضة ثورية حقيقية ثورة على الاحتلال في الضفة الغربية ومقاومة مستمرة في قطاع غزة ضد الاحتلال أيضا الثاني يجب أن يكون هناك الآن ثورة حقيقية لحقوق الإنسان ولا ضد العنصرية ولا ضد التهميش يكون ما يكون شعارها في داخل الأرض المحتلة عن 48 من قبل فلسطيني عندنا مليون ونصف فلسطيني لا يعملون في مشروع تحليل فلسطين لا يعملون في مشروع تحليل فلسطيني حتى الآن الشق الثالث والشتات الفلسطيني الرابع عفوا الشتات الفلسطيني يجب أن يكون له دور كبير جدا وهو الآن مهمش وضعيف ومكسر ويعتمد على مؤسسات عربية أو مؤسسات فلسطينية تتسم بطابع البلتوكولية في المؤتمرات الندوات ومشابه اللي هم مطلوب عمل شعبي في الأردن والسوريا واللبنان والمصر والخليج من قبل فلسطينيين أنفسهم ويجب أن توفر لهم الدول العربية الأمانة الكامل لهذا العمل والدعم الكامل لهذا العمل حتى يستطيع أن يحيو قضيتهم طيب الحديث عن المقاومة كيف تقيم مستوى المقاومة في الداخل الفلسطيني؟ مستوى الدقاف بالضفة الغربية طبعا تم قمع المقاومة بالأيد الفلسطينية ويسب اليد إسرائيل اليوم الجهز الأمن الفلسطيني يعمل وكيلا عن الاحتلال في ضرب المقاومة وقهر تنظيمات المقاومة بالكامل وقهر الشعب الفلسطيني عموما في قطاع غزة هناك إمكانيات عالية للمستوى قطاع غزة هزم إسرائيل مرتب 2008-2009 و2012 أيضا وهذه الهزيمة لا شك أنها تسببت بعدد حسابات استراتيجية لذلك كان الصهيوني واختفت لغة العبثيات كما كان يتكلم البعض عن المقاومة من غزة بأنها مقاومة عبثية اختفت هذه اللغة لأن الوقاية على الأرض حققت انتصار حقيقي ولأول مرة إسرائيل تلهث وراء تهدئة وراء الشروط وتقبل الشروط المقاومة بالنص بالمناسبة أنا أعتقد أن هذه الشروطة حرفيا قدمتها المقاومة الفلسطينية في غزة ورعتها كلهم من مصر والتركيا وقطر وخالد مشعل أربع قادة كانوا في مصر وإلى طبعا ودود وزير خارجي التونس ثم وزير خارجي العرب جميعا ثم وزير مصر اليوم أتكلم عن بيئة مختلفة كليا لذلك موضوع المقاومة في غزة منتعش وجاهز وعنده إمكانيات الضفة غربية هي المشكلة والذي ينبغي أن يركز على الفلسطينيون بشكل مكثف وكثيف لابد أن يسمح بالمقاومة الفلسطينية من كبارستوى الفلسطينية في الضفة غربية إسرائيل شكرا لك سيد جواد حمد مدير مركز دراسات الشرق الأوسط شكرا جزيلا لك يعطيك العافية اشتركوا في القناة